اشتركوا في القناة وقرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة كما وفق على اقتراحات بقانون بشأن الخدمة المدنية وزكاة الشركات وإضافة إلى الهجرة والإقامة والتأمين ضد التعطم وقرر المجلس كذلك الموافقة على اقتراحات برغبة بشأن زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين وحصر الاحتياجات الوظيفية بشكل دوري وانشاء مبنى صحي يخدم الإناث من مرضى السكلر إضافة إلى تجديد الرقابة على كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المدارس الخاصة كما تمت الموافقة على اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعزيز حماية البيانات المالية والحسابات البنكية وتغيير ساعات الدوام الصباحي لطلبة المدارس خلال شهر رمضان المبارك إضافة للتوعية بالتبرع بالكلة وإيقاف المعاملات الحكومية على المخالفين لقانون حماية المستهلك وكذلك إنشاء منصة تتيح للمستفيدين من الوحدات الإسكانية تبادل وحداتهم قانون الهجرة والإقامة هذا التعديل بإضافة مادة جديدة للقانون جاء بعد مخاض بعد لجنة التحقيق الخاصة بهية تنظيم سوق العمل وما تكشف إليها خلال فترة مزاولة عملها مدتها أربعة شهر اكتشف هناك خلل في تغيير الإقامات من إقامة سياحية إلى إقامة عمل وجه هذا الاقتراح بقانون نتيجة للجنة التحقيق على اعتبار أنه نتيجة لإصلاح أو الغرض من إصلاح سوق العمل البحريني وتمكين البحريني من مزاولة العمل والحصول على فرص أكثر وهذا الاقتراح بقانون إن شاء الله نحن في وجهة نظرنا أنه سيصد فراغ تشريعي موجود حالياً يؤدي إلى إصلاح سوق العمل ويجعل البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل أنا تقدمت بمشروع بقانون فرض زكاة على الشركات التي تحقق صافي أرباح من مليون وما وفوق هذا القانون مطبق في جميع دول الخليج على الشركات وهذه الإرادات من الزكاة تذهب إلى صندوق الزكاة وهناك حسب الشريعة ثمان أصناف مستفيدين من الزكاة اللي هما الفغارة والمساكين والغارمين عليها والمعسرين ونتمنى من الحكومة المواقرة الموافقة عليه لما له مردود إيجابي ومادي للفئة المتعسرة من الشعب البحريني ترجمة نانسي قنقر